السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن رجعنا مرة أخرى وياكم خلونا نأخذ فكرة كيف نربطها مع الـ Database إحنا في بداية الدورة ذكرنا أنه الـ Database اللي إحنا رح نستخدمها هي MongoDB طيب لو جئنا هنا خلنا نفتح الـ Terminal أو نرجع لنفس الشاشة إذا قلنا نـ Tab أو ممكن على نفسها بـ Ctrl-C وتكمل برحتك إنت اللي أحتاج أنه أحمل الـ Connector اللي هو رح يربط لي الـ MongoDB مع من؟ مع الـ LoopBag هذا ممكن أيضا هنا تيجي تكتب خلي نقول الـ MongoDB Loop LoopBag Connector لاحظ الـ LoopBag Connector في عندك this one لاحظ LoopBag Connector MongoDB هو موجود بالـ NPM ممكن تعمل سرشة أيضا بالـ NPM لاحظ هنا يقول لك NPM install LoopBag Connector MongoDB وإلى آخر بلا بلا فممكن نعمل هذا Copy طبعا نـ Click عليه نعملها Copy and Paste لكن انتبه فيه شغلة موجودة عندك هنا لازم أنه أحنا الـ install نجي نضيف لـ minus minus save حتى يحفظها في الـ JSON فايل تمام طبعا يعتمد على سرعة الـ Internet موجودة عندك هنا مجرد أنه أنا أكتب loopBag lb lb data source enter خلينا نشوف and يطلب من عدنا اسم الـ data source طبعا الـ data source ممكن تسمي أي شيء على سبيل المثال سمي بالـ مثلا 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 employee employees db تمام enter راح يطلب من عندي أنه وين هذا db وين تريد تحفظها ممكن نحفظها in-memory لاحظوا هنا السهم مأشر على in-memory أو أو ممكن عن طريق key and value أو عن طريق IBM Object Strong db2 dash db لاحظ كل هذه أنواع من الـ database موجودة ممكن حتى Cassandra MongoDB MySQL PostDegree Microsoft REST Services SOB لاحظ ال-new j4 Kafka لاحظ email حلو هاي elastic search لاحظ في كثير أنواع أنت عندك من الـ database ممكن تربطها فأنت حر طبعا أحنا بنستخدم MongoDB Enter طيب هنا شي يسألنا يقول لنا أنه ال-connection string URL override لل-setting راح يكون MongoDB ال-username and password و إلى آخر أوكي ما عندي مشكلة ممكن أضغط Enter يطلب من عندي الـ host الـ host خليكن local host Enter ال-port ال-port اللي استخدمه MongoDB أتصور موجودة في ال-robo هنا أنا موجود عندك ال-port اللي استخدمه اللي هو 27,017 إذن 27,017 نضغط Enter يطلب من عندي ال-user ال-user كان فارغ ال-password أيضا كان فارغ وال-database هنا ديطلب من عندي ال-database راح يقول employees DB تمام هذا السمية أوكي this is cool هنا أنا أنت عندك كمل ال-configuration إذا أجي على ال-database and لاحظ أنتو تذكرون نحن عملنا ال-relation أيضا بين ال-employ وال-company ال-relation between employee and company إذا أفتح الثاناتهم من json file الخاص بهم راح نلاحظ أنه ال-employ ما فيها أي إضافة تمام لكن في ال-company نلاحظ أنه في شيء اسم relations لاحظ ال-relations هنا أنا فارغة بمعنى أنه هذا ما عنده علاقة مع أي database لكن هذا تم إضافة relations مع ه اللي هو عنده علاقة مع employees أوكي اللي راح يحتوي على has money الموديل المربوط مع من هو employee اللي هو هذا آها هذا تمام وال foreign key هو null فارغة وطيب أركان أوكي هذا بالنسبة المن هذا بالنسبة لل relation العلاقة بالنسبة لل database فالdatabase موجودة في مكان ما في السيرفر إذا أجي على ال datasource .json أو datasources .json لاحظ هنا DB name DB عندك هنا الميموري لاحظ employ DB local host هذا هو الport هذا هو URL طبعا URL فارغ هنا database هذا هو database password فارغ ال name هذا لاحظ نفسه employee DB and user وال connector هو Mongo DB جميل جدا طيب إحنا خلينا نشوف إذا كان هذه العملية صحيحة ما فيها أي مشكلة إذا أجينا على على سبيل مثال هنا عدنا الموديل config لاحظ الموديل config كلهم تم اختيار ماذا DB اللي هو قصد ب الميموري اللي نحتاجه إحنا أنه نقوم بعملية تغيير لاحظ هنا اليوزر يتم خزنها في DB المفروض يتم خزنها في ال MongoDB Database اللي هو employ DB إذا أجينا هنا نقل نقل connect and ما يشتغل طيب ليش ما يشتغل لأن احنا عدنا المونغو DB غير شغال فنقدر نحن نشغل المونغو DB ونكتب هنا هي تمام مون جو بي مونغو دي رح يشغل المونغو DB جميل لو رجعنا مرة أخر هنا click connect ربط ها config في عدنا collections ok and system local لاحظ connections plus user ok لأنه غير شغال يعني هذا ما شغل نحن اصلا السيرفر حتى يعمل ال database anyway في model minus config dot json اللي هو موجود من المسار في السيرفر نحتاج إلى تغيير ال users لازم يكون database خاص بها ال employee DB هذا ايضا employee DB هذا employee DB هذا employee DB لتلاحظ شلون role عندك employee وعندك company كل هذه الاشياء المفروض من عندي أنه أحمل أحول إلى ماذا إلى database الخاص اللي أنا صنعت في Mongo DB اللي أحتاج شنو هو أعمل save وأجي هنا أكتب node dot clear node dot طيب لما أقول node dot المفروض أنه خلنا تأكد إذا كان في error رح يظهر عدنا إذا جئنا هنا قلنا enter أوكي دع لاحظ أنه شغال perfect طيب خلنا نجينا نضيف company إذا جئنا ال company نعرف هنا لازم نستخدم post أوكي طيب ال post يقول أنه هذا هو المثال example أنا أحتاج من عندك name وال id بس أنت كل اللي تحتاج هو name only تمام لأن ال id automatic يتم generate لها طيب هذا أنا أحذف ال name ما لت على سبيل المثال إذا كبرنا هذا شوي ما رح تخسر الشي محمد عيسى كبر تمام لاحظ هنا ال name على سبيل المثال هو من شركة red hat أوكي خلينا نقول try لاحظ الأسفل 200 perfect صار عندنا شركة جديدة هلية اسم red hat response code هو 200 لو أجي هنا أعمل right click and refresh ألاحظ في database جديد انضاف ووو اللي هو employees dot dp إذا فتحت collection واحد عندي اللي هو اسم company لما أعمل عليها double click and لاحظ ال id هذا ال name هو red hat خلينا نوقف هنا نكمل وياكم بالدرس القادم هنا نقول لكم مع السلامة